اشتركوا في القناة بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية وذلك إنفاذا للأمر الملكي السامي لجلالة الملك المعظم أيضه الله حيث قدمت لجلالة إيجازا عن الخطة التنفيذية لمشروع التي يعمل الفريق الحكومي على تنفيذها في نطاق مساحة تبلغ مليون واربعمائة ألف متر مربع مشيرة إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ وترميم ألفي وحدة سكنية يتم تنفيذ ثلاثمائة وحدة منها في المرحلة الأولى حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وترميم الوحدات السكنية المستقبلية كما سيتم توفير 72 ساحة خضراء بمساحة 12 ألف متر مربع في أحياء المشروع بالإضافة إلى غرس 100 ألف شجرة ويتضمن المشروع كذلك تطوير 48 كيلو مترا من ممرات الحركة هذا وقد أثنى جلالة الملك المعظم أيده الله خلال الاستقبال بالجهود الوطنية المخلصة والمقدرة التي تبدوها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وجميع منسوبي الوزارة في إعداد وتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة والحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية لمدنها ومبانيها والمحافظة على تراثنا وتاريخنا العريق والعمل على تطوير مدينة المحرق مؤكدا جلالته على عراقة هذه المدينة وأصالة أهلها وعطائهم المتواصل والذين نتطلع إلى عودتهم إليها منوها بدورها المشهود في مسيرة البحرين التاريخية وما يصخر به تراثها الإنساني من مكونات حضارية وتقافية أصيلة كما شاد جلالته في هذا الجانب بموقع طريق اللؤلؤ الواقع في قلب مدينة المحرق التي تعد من أعرق المدن والمدرج على قائمة التراث الإنساني العالمي لنيونسكو والذي يعد شاهدا على الهوية التاريخية والثقافية للبحرين وما يشكله قطاع اللؤلؤ من قيمة حضارية واقتصادية واجتماعية مؤكدا حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حرص جلالته على تطوير مختلف مدن وقرى البحرين من أجل راحة المواطن البحرين الذي سيظل الهدف الرئيس لأي خطط وبرامج تنموية واجتماعية منوها رعاه الله بأن المملكة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز مقاومات الحياة الكريمة واستدامتها لأبناء البحرين كافة من جانبها رفعت سعادة وزيرة الإسكان وتغتيت العمران عظيم الشكر وبالغ الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة على توجهات جلالته الكريمة مؤكدة على المضي قدما في هذا المشروع الحيوي الكبير والهام تنفيذا لأمر جلالته السامي الكريم وأوضحت الوزيرة الرميحي أنه منذ البدء في تنفيذ المشروع تم إطلاق الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني بالإضافة إلى تعيين الشركة الاستشارية المختصة لوضع التصاميم الخاصة بتطوير أحياء مدينة المحرق القديمة وبناء وترميم الوحدات السكنية المقررة في المرحلة الأولى للمشروع فضلا عن صدور قرارات باستملاك عدد من العقارات الواقعة في نطاق ملاطق التطوير أكدت الوزيرة عزم الجهات الحكومية المشاركة في الخطة التنفيذية على المضي قدما لمواصلة مراحل تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعد لذلك تنفيذا لأمر حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يرتقي لتطلعات أهالي محافظة المحرق ترجمة نانسي قنقر